السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة خواستات سامية مع الشيء وجديد او فيديو جديد مع هاد الاطاقة اللي رائعة الزفزف كادشي بنينة وغزالة اه شكلا ومطاقان صراحة كاتووجد في الساعة والله العظيم اللي وجدتها واحد المرة يعني في في ضرف ساعة كانت وجدات ودرتها بردات يعني ذا كشي كي وجد خفن زربا كادشي بنينة بنينة بززف وساعة لما فيها شي مواقادر اللي معقدة انتمنى تعجبكم وتشربوها وبقوا معايا حتى الاخي باش نتعرفو على الطريقة والمقادر تنسوش تخلي واحد لايكل تجيه بالنسبة لهذا الكيك هادا غادي نحتاجون ان شاء الله غير جوج ديال البيضات درجة الحرارة ديال المطبخ من طبيعة الحال انستمعوا واحد صاشي ديال الفاني وغادي ندير كاز ديال السكر ساني دالي كيبقى على حسب الضوق يعني كاز كيجي هو هاداك غادي نحاول نطلع ذاك البيض كي عجمين طلعهم زين حتى كيولي هكا بيض بغيتوا تطلعوا غير واحد شوية طلعوا غير واحد شوية يعني حسابكم توم كيف ما بغيتوا هنا كي عجمين في ح ما بغيتوا تطلع نضيف واحد الكاز ديال السكر تدريجيا غيب شوية حتى كي ندرق ليه مع المكونات وهكا نضيف كاز ديال الحليب إلا أريدوا تعوضوا بكاز ديال ياغورت الفاني أو لا كاز ديال الفاني ولا دانون يعني ياغورت عادي يمكن لكم اللي كان عندكم ديره سفحت هو كن خلطوه مع المكونات غادي نضيف كاز ديال الدقيق وجوج خمارات ديال الحلوى الخاص بالحلويات وغادي نضيف واحد صاشي ديال الكاكاو او اللاجوج يساشي على حسب درجة الكيك كيف اجب ان يكون غامقة بزاف و لاوية شوية وإلا كان ان تكون الكاكاو المر الخام غادي تديروا معيقة كبيرة ان تكون شعورة بزاف حيث يكون شوية قاسح سوف يضيف الكاس اللول وغان زيد نضيف الكاس الثاني ونخلط ونشوفه غان زيد دقيق ولا ما انتيج انا هنا كان بقي غير سني دقيق وستوى تقريبا واحد دل ربع كاس ديال الدقيق وصفيدك السعب اللي يلكيك هو هادك يعني الدقيق ضيفوه تدريجيا باش ما يغلبكم شو ما تصدقوش يعني يجيكو في الاخير قاسح اه في حالة ما يلاجه كوما الكيك قاسح ودقفوه وتوفيد دقيق غا تضيفوه شوية الحليب وتخلطوه سوفي وغا تحصلو على القوام اللي بغيتو انا خديت مولدرت لوباب بيسور فيه وغان ندخوي الكيك ديالي كنقليو اه البور الفوقة وكنخويو الكيك باش كي يعطينا واحد نتيجة مزيانة انا غندخلو الكيك الفرن كندخل كيك ديالي فرن باب ما كنسخنهاش من قبل سوفي كننقصو اليها وكيف ما كنطيبو الكيك الاادي حتى كنطيبو وكننخرجوها من بعد ما كنخرجوها عاد كندوزون نقدو الكخيم ما غاديش نوجدوها من قبل ونخلي واحد غا تعقدلينا ذاك الشعراشتا كنخرجو الكيك ونخليوه جانباني برد عاد غادي ندوزون وجدو الكخيم لي فيها مصطر وديال الحليب ثلاثة المعرق بمايزينا واحد فلون ديال الكاكاو والشوكولة واحد صاشي ديال الكاكاو انا هنا انا استعمل هذا اسميتو فلانينو كما كنت شوفوا كتبه فيه مايزينا هو كيجيب حال كريم ديسير كتصايبوه مهم انا كنت وفر عندي واستعملته ذاك الشياج قلت لكم استعملوا مايزينا اللي ما عندوش هذا غا يستعمل مايزينا غادي تديرو كما كنت لكم ثلاثة المعرق بمايزينا ودرت الكاكاو ودرت فلون ديال الشوكولة باش يعطني المعرق ديال الشوكولة مجهد غادي نخلط ديال الشي مزيان مع ربعات المعرق ديال الشوكولة ونردو فوق البوطة حتى يعقادو ليم زيان بالنسبة لي انا هنا درت جوج ديال ديال فلانينو حددت اطر ديال الحليب باش غادي ندير الكريمة للكيكا وغا تبقى لي واحد الكيمياء ديال الكريمة غادي ندير هكا تحليات يعني درتها اكبر مصور صاشي وصافي يعني غادي درتها هكا تكون عندي وصافي فتلاجة ديال الشي ارش توني استعملت اطر الحليب وجوج جيال اللي ساشي ديال 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 لك فلانينو مبعد مع قطلية لك خيم درت شوكولات على حسب كون حال ما عندكم بستل الحبات ولا طابليت كاملة ولا اللي بغيتو ومعنقا كبيرة ديال الزبدة صافي خلطو حتى كيدو لي ديال كشي وهو يلكيكا ديالنا بعد ما خرجها يعني هدي اخرجت بشي عشا دقيقية قبل حتى بردت واحد شوية وشدات فرازها وصفي وغادي ندفع لها ديك ديك الكريمات قطعت لي المقطع منكش كنخوي لها كخيم ما معرفش كيف اشطرات لي مهماشي مشكي كتخوي لها كخيم ديلكم كيما كتكون من الفوق ودخلي واحدة تبرد تاخد درجة الحرارة ديك المطبخ ويخرج منها الفور ودخلوها تلاجة تبرد واحد سويعة يا صراحة حال ما برداش حال ما كتقود فرصها ديك لها كخيم زيان وكيجي صراحة شد فرصها وزوينة كتشي رائعة خزوقوها باش ما بريتوا انا زوقت هنية بشترقو لها كخطوطة درجة اللي هشي ديال طاقير من الفوق زينو باش عندكم مش في قبل فرنسة ليش بكم مهم كدش يبنينا بنينا بززا بدك الفلوم من الفوق نتمنى آآ هاد